نختم مشاهدنا الكرام هذا الموجز بهذا الخبر حيث توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب صباح اليوم السبت عن عمر النهزة الأربعين وتسعين عاما حيث أعلن متحدث باسم العائلة عن وفاة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب الذي كان يعاني من عدة أمراض وكان قد شغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و 1993 وبوش الأب ووالد رئيس الجمهورية الأسبق جورج بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009 وفي أفرير الماضي دخل مستشفى في ولاية هيوستن بعدما أصيب بعد وانتقلت إلى دمه بعد يوم من دفن زوجته باربارا أين تم نقله إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي